الخبر الاول اللي عدنا عن احمد ابو الرب وتهجمه على اغنية انس واصالة جديدة طول ما احنا سوا الصراحة بوجهة نظري اشوف اللي صار ما يعتبر تهجم مجرد نكتة قالها للضحيك مو اكثر وبالنسبة للاشخاص اللي معرفين شنو اللي صاير فخلينا نشرح لكم القصة من البداية احمد ابو الرب نزل على حسابه بالانستجرام شوية ستوريات حجبها على اغنية انس واصالة جديدة راح اعطلكم هذا الستوري على متفتهم طلع طلعوا يا جماعة يوتيوب بسبق طلعت لي اياها يعني ليش خلاص يا جمع حل عني خلاص 530 مرة بكفي حل عني مثل ما قلت الصراحة بوجهة نظري اشوف اللي صار ما يعتبر تهجم ابد ولكن بعض من المتابعين انس واصالة تهجموا على احمد ابو الرب واعتبروا ان اللي صار يعتبر اساءة او نوع من انواع السخرية اكتبوا لي بالكومنتاج شو رأيكم بهذا الخبر يعني الخبر الثاني اللي عدنا عن فايز كنفش وبيسان اسماعيل ففايز كنفش نزل على حسابه بالانستجرام هذا الستوري اللي يقول بي انه راح ينهي القصة بالكامل وما راح يحجي بالقصة ابد ومنسبة للاشخاص اللي حابين يسوون فتن فانه يبطلون هذا الشي ومس بالنسبة الرد بيسان او رد امجد فامجد طلع بحسابه بالانستجرام ونزل شوية استوريات يحجي بيها على فايز كنفش ويسوي ردة فعلة على استوريات مالتمين بالمختصر نفس اللي يسوها جواني على امجد بالسناب شات الثالث اللي عادنا عن بيسان اسماعيل واخوها نوار اتوقع اغلبكم شاف مقطع بيسان الجديد اللي قالت بي انه عيد ميلاد اخوها في الف مبروك وكل عام تبخير والله يبادل كرهونا عنكم وعن العالم بالكامل يعني بس مجرد سؤال بسيط البيسان باي كاميرا جديدة تصورين هذا الفلوغ للماشاء الله الدقة واو وبس والله يا حبابل هنا وصل نهاية المقطعات من المقطع ايجابكم لا تنسوا تحطوه الليك وشتركوه بالقناة اشتركوا في القناة ومع السلام